لو سألتني إن كنت أعتقد أنني سأجلس في عيادة الطبيب بانتظار معرفتي ما إذا كنت حاملاً أم لا كنت سأضحك ساخرة في وجهك لا توجد فتاة في الرابعة عشر عاماً تود أن تكون في مثل هذا الموقف ومع ذلك فقد وجدت نفسي بالضبط في هذا الموقف كان أحد أيام الربيع المشرقة وكان علي أن أنظر إلى قدمي لأن الشمس كانت تشوع في عيني حسناً سأعترف بذلك كنت متوترة نظرت لأعلى وحدق قليلاً وكان الطبيب يقف هناك ويحدق في وجهي بدأ متوتراً جداً هل هذا يعني أنني كنت حقاً حاملاً؟ بدأ العرق المتدفق يدغضغ ظهري وشعرت بأن بشرتي تحترق طلب مني أن أتبعه إلى غرفة ودون أن ينظر إلي طلب مني الجلوس أفريل أخشأ أن لدي بعض الأخبار السيئة كانت الدموع الساخنة تنخز عيناي أثناء إخباري بذلك ثم تجمدت في مكاني يبدو أنك تعاني من اضطراب هرموني نادر على الرغم من أنك تبلغين من العمر 14 عاماً فقط وفقاً لنتائج الاختبار الخاصة بك إلا أنك في الواقع أقرب بيولوجياً إلى سن 63 عاماً ما يعنيه هذا هو لم أسمع أي شيء آخر قالها ماذا كان يعني؟ كانت الغرفة تدور وأحسست بأنني سيوم علي 63؟ 63 عاماً؟ انتظر هل هذا يعني أنني لم أكن حاملاً؟ لا بد أنني بدأت بالبكاء لأن الشيء التالي الذي أعرفه هو أن الطبيب كان جالساً بجواري ليخبرني أن كل شيء سيكون على ما يرام وأن هناك باحثين متخصصين في هذا النوع من الاضطراب تابع شرحة أنني قد تعرضت بشكل أساسي لانقطاع الطمث المبكر وهذا هو السبب في انقطاع الدورة الشهرية وسبب هذه الهبات الساخنة حتى في تلك اللحظة بينما كان يخبرني بكل هذا كنت أعاني من أسوأ هبات ساخنة على الإطلاق أخبرني أنه كان علي إحضار أحد الوالدين أو الوصي معي لأنه لم يصبح لي من الناحية القانونية الحصول على الدواء الذي وصفه لي دون وجود شخص بالغ كل ما قاله لي كان مربكاً للغاية إنه أمر مجنون عندما أفكر فيه لأنني عند بلوغي اعتقدت أنني أموت وأتذكر قولي لصديقتي جاسي أنني كنت أتمنى ألا يتكرر الأمر مرة أخرى فقد كان مؤلماً جداً أثناء ابتعادي عن عيادة الطبيب كان كل ما أردته هو الدورة الشهرية ثانيةً الأمور يمكن أن تتغير بسرعة وأنا أصبت نفسي باللعنة لأنني تمنيت توقف الدورة الشهرية الأسوأ من سماع خبري أنني لن أنجب أطفالاً أبداً كان اضطراري لإخبار أمي عن هذا أعني بدونها لن أكون قادرة على الحصول على حبوب منع الحمل الهرمونية لكن ما الفرق الذي سيحدثونه على أي حال؟ كنت في حالة غريبة كيف تحولت حياتي هكذا؟ قبل شهرين كنت مجرد فتاة مراهقة عادية أشتكي من المدرسة وأعجب بالأولاد وأتسكع مع أصدقائي والآن أصبحت امرأة مسنة محاصرة في جسم فتاة صغيرة قلت لنفسي لا شيء يمكن أن يكون أسوأ من ذلك بينما كنت أسير إلى المنزل محاولة التغلب على مشاعري من خلال موسيقى صاخبة تعزف في أذني كم كنت ساذجة جداً للاعتقاد بأنني حامل لقد أجلت الذهاب إلى الطبيب لفترة طويلة لأنني كنت أشعر بالخوف من الأمر بدأت الأعراض الغريبة منذ حوالي ستة أشهر في البداية اختفت الدورة الشهرية ثم بدأت حالة التعرق الشديدة وكنت بالكاد أستطيع النوم لأنني شعرت بالحرارة طوال الوقت حتى في منتصف الشتاء اعتقدت أنني أتخيل الأمر شعرت أن جسدي مختلفاً من الداخل ذكرت ذلك بغباء لجاسي عندما كانت تمكث في منزلي فقالت أفريل ربما تكوني حامل أخبرني عمي هذه القصة حيث ذهبت فتاة لتسبح مع بعض الأولاد فحملت وكأن ذلك حقيقياً ضحكت فقط يعني هيا لا أحد يمكن أن يحمل هكذا أليس كذلك؟ حسناً عاجلاً أم آجلاً؟ بدأت أعتقد ذلك قمت بالبحث عن الأعراض في جوجل وكل شيء كان يدل على الحمل لم أكن أرغب في شراء اختبار للحمل لأنني كنت متأكدة من أن السيدة في الصيدلية ستطلق الأحكام علي ولهذا السبب ذهبت لرؤية الطبيب عندما وصلت إلى المنزل كانت سيارة أمي في المدخل كان علي التظاهر أنني كنت في المدرسة على الرغم من أنني تسللت في وقت الغداء للذهاب إلى موعدي مشيت قلبي ينبض بالخوف لحسن حظي كانت تجري محادثة هاتفية ولذا فقد تسللت إلى غرفتي دون أن تلحظني وبمجرد دخولي جلست على سريري وبكيت بكيت من فضاعة مشاعري وخوفي من إخبار أمي ثم ماذا عن أصدقائي؟ ماذا سيقولون عني؟ وفجأة خطر في بالي شيء لم أفكر بها هل سأموت؟ كان الطبيب قد قال أنني بيولوجيا في عمر 63 عاما إذن ماذا؟ هل سأموت في غضون العشرة إلى 15 سنة؟ كنت أرغب في لكم أي شيء هذا لم يكن عادلا كان عمري 14 سنة فقط كانت حياتي كلها أمهامي أو على الأقل هكذا فكرت في تلك الليلة لم أرغب في تناول الطعام شعرت بالفراغ من الداخل وأعتقد أنني كنت فارغة أليس كذلك؟ لم يكن هناك أطفال في داخلي ولا بويضات تنتظر أن تصبح أطفالا في يوم من الأيام أغلقت عيناي ونزلت تحت الأغطية كنت أعلم أنني لن أنام لكن ربما إذا نمت فقد أستيقظ وأدرك أن هذا مجرد كابوس رهيب كبير وأنني في الواقع فتاة عادية بعد كل شيء بعد خمس دقائق تعالى صوت أمي في المنزل حاولت تجاهله لكنني أدركت أنها كانت تناديني لم أرغب حقا في التعامل مع أي مشكلة تواجهها الآن لكنني إن لم أنزل فستستمر في الصراخ كانت أمي متوترة للغاية كونها أم عزباء ولديها وظيفة تبقيها مشغولة ذهبت إلى الطابق السفلي وألقيت نظرة سريعة على المرآة للتأكد من أن عيناي لم تكن متورمة من البكاء كانت تنتظرني في أسفل السلم وكانت في عينيها نظرة غريبة هل كانت تشرب؟ كنت أعلم أنها شربت كثيرا هذه الأيام بسبب التوتر لكن كان هناك شيئا أكثر من ذلك عندما صرخت في وجهي كادت تبصق لماذا تعتقد أنه من الصحيح تخطي المدرسة؟ أيتها الشابة أخبرتني العصفورة أنها رأتك في عيادة الطبيب ماذا لديك لتقول عن ذلك؟ هل هناك شيئا؟ لا تخبريني به؟ كنت أحضق في وجهها وحسب أخبرتها بصوت منخفض أنني لا أريد التحدث عن ذلك لكن بدلا من ذلك أمسكت بي من ذراعي وجرتني إلى الصالة قولي لي ما هو الخطب الآن؟ أو أنك ستعاقبين؟ صرخت في وجهي أمي أنا حسنا الأمر معقد ثم انفجرت في البكاء أخبرتها وأنا أتنهد أنني لن أتمكن من إنجاب أطفال لقد ذهبت إلى الطبيب لأنني كنت أشعر بالغرابة لم أخبرها بالجزء الذي كنت أظن فيه أنني حامل كانت ستقتلني ثم تابعت كلامي وشرحت لها أنني بحاجة إليها للتوقيع على شيء حتى أتمكن من شراء أقراس هرمون بديلة لانقطاع الطمث سن اليائس؟ أنت ماذا؟ هل تعني أنني لن أصبح جدة؟ ما مشكلتك؟ وهنا انفجرت هي الأخرى في البكاء لم أصدق ذلك أخبرتها للتو أنني عانيت من اضطراب غريب وجل ما كان يقلقها هو أنها لن تصبح جدة أبداً ركضت إلى غرفتي وأقفلت الباب كانت أمي تتصرف بأنانية كبيرة لا أصدق حتى أننا أقرباء وفي وقت لاحق من تلك الليلة طرق بابي كانت أمي لم أكن أرغب في رؤيتها لكنها جاءت على أي حال كانت لا تزال تبكي وبدأت في الاعتذار قائلة أن ذلك كان خطاؤها وأنها شعرت بالذنب قالت أنها خلال فترة حملها بي استمرت في شرب الكحول رغم أنها كانت تعرف أنه كان أمراً خاطئاً وربما كانت هي المسؤولة بشكل ما عن هذا الاضطراب الذي عانيته التفت إليها وأخبرتها أن تتوقف لم يكن خطاؤها قال الطبيب أن هذا كان اضطراباً نادراً لقد حدث ما حدث وللأسف كنت واحدة من أولئك الغير محظوظين في اليوم التالي ذهبت أنا وأمي لرؤية الطبيب وشرح لنا كل شيء سأحتاج إلى تناول حبوب الهرمون لبقية حياتي عندما قال هذا قاطعته قائلة أوه ماذا؟ تقصد للسنوات العشر القادمة؟ لأنني سأموت بعد ذلك أليس كذلك؟ حدق كل من الطبيب وأمي بي في رعب ثم ضحك الطبيب تموتي؟ أفريل لا يا عزيزتي هذه مشكلة هرمونية خطيرة لكنك لن تموتي نعم من الناحية البيولوجية تبلغين من العمر الثلاثة وستين عاماً لكنك ستعيشين لتصبحين سيدة عجوزة ناضجة ومن يدري بحلول الوقت الذي تبلغين فيه العشرين من العمر قد يكون هناك بعض المعجزات لحل هذه المشكلة لا تتخلي عن الأمل من السهل عليه أن يقول هذا لم يكن من يعاني من المبايض الفارغة ولن ينجب أطفالاً في المستقبل شعرت كأنني أجبرت على التقدم بالسن كنت عجوزة من الداخل لن يريد أحداً موعدتي سأكون أضحوكة في المدرسة كما لو أن المراهقة لم تكن صعبة بما فيه الكفاية كنت ممتنة لأن أمي هنا لأنها تفهمت الأمر أكثر مني طلب مني الطبيب الانتظار في الخارج حتى تصبح الوصفة الطبية جاهزة وطلب مني المجيء لرؤيته مرة أخرى في غضون شهر واحد انتظرنا بصمت كان الطبيب يستقبل مريضاً آخر بعد حوالي عشر دقائق فتح الباب وخرجت سيدة عجوز نظرت إلي وابتسمت وقالت ابتسمي يا عزيزتي لا يمكن أن تكون الحياة بهذا السوء أليس كذلك؟ انظري إلي أنا في التاسعة والثمانين من عمري مهلاً ما زلت أبتسم رمجت فقط وأومأت برأسي أغمطت عيني لثانية وحاولت جمع أفكاري عندما فتحت عيناي كانت قد اختفت وكانت أمي تقف هنا تمد يدها لي قائلة تعالي يا حبيبتي دعينا نحصل على الدواء ونعود إلى المنزل ستكونين على ما يرام أعدك بذلك وصدقتها في تلك اللحظة كنت أصدقها كنت أعلم أنني سأكون على ما يرام ما زلت صغيرة جداً على التفكير في الأطفال أنا متأكدة من أنه في غضوني 15 عاماً سأتمكن من تبني طفل أو ربما سيكتشفون علاجاً من يعلم ماذا يمكن أن يحدث ومنذ ذلك اليوم قررت أن أتصرف مثل تلك العجوز المتفائلة فالحياة ليست بهذا السوء أليس كذلك؟ ما رأيكم في قصتي؟ يرجى مشاركة تعليقاتكم ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة لمزيداً من القصص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر